اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودائما بتمنى وبدعي ربنا انه دائما انه ما يخلي في طريقي غير الاشخاص اللي مثل هيك وان شاء الله اني انا ما بقصر معكو بشيء في ناس تسألت انه ليش سعيد يعني بتوقعات الامس كان ايجابي كثير يعني وكان داعم كثير وعطانا طاقة كثير يعني غير اسلوبه بطل يحكي سلبيات يعني صار يعطينا طاقة ايجابية والله يا اصدقائي انا ما غيرت من اسلوبه ولا رح اغير من اسلوبه ولكن الوضع الفلكي كان ليوم امس ايجابي جدا وعشان هيك انا حكيت اللي انا شايفه لا انا تصنعت ولا انا ابتكرت ولا جبت اشي انا من دار ابوي واذا في ايش سلبي رح احكيه وانتوا لاحظتوا انه في بعض النقاط التحذيرية انا حذرت منها لانه انا شفت فيها نوع من انواع السلبي فانا بعطي كل اشي حسب ما انا شايفه وانا من الاشخاص اللي حذرت مثلا الاسد قلت لهم ديروا بالكم من التهور ديروا بالكم من المغامرات في حلقة اول امس وديروا بالكم من القيادة ومن الحوادث ومن الشعار في ايش وانا عملت حادث يعني انا بحذر انا ما برد القدر يعني انا ما بعرض القدر اللي كاتبوا ربنا بده يصير فانا لما اجيت انا قلت انه ديروا بالكم اثناء القيادة انا من المفروض انا انتبه ولكن لما ربنا بكون رايد الشيء بده يصير ان كنت حذر وان كنت مش حذر وان كنت شو ما كنت هي عملية تنبيهات انه الواحد يخذ بالاسباب وينتبه انا لحظتها ما انتبهت واخذتني العزة بالايثي مني انا زلمي يعني شاطر بالقيادة فرحت انا داخل بسيارة اللي قدامي يعني لا هي شطارة ولا رح تكون شطارة والله كل شيء مكتوب هو اللي رح يصير ولكن هي الإنسان أنه بكون عارف بيستغل بعض الأشياء الإيجابية وبحاول يتجنب الأشياء السلبية وإن شاء الله أنه رب العالمين بلطف فينا وبلطف فيك وبعطينا الخير يا رب وبحمينا من كل شر وخلينا نروح لتوقعاتنا اليومية توقعاتنا اليوم ليوم الأربعاء 19-2 القمر حكينا أنه موجود في الجديد رح يكون موجود أغلب النهار في منزلة ساعد بلع هاي المنزلة ممتازة جدا للعلاج وللفراق وللإتلاف خصوصا إتلاف الأموال يعني الصرف ببذخ أو في الأشياء اللي ما إلها داعي أنه إحنا نصرف فيها وللحرية وحكينا أنه برضو أنه القمر لما بكون موجود في الجديد يأثر علينا كلنا أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية البدء بحمية شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تتشكل رح تكون بعد الحلقة تقريبا هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر و أورانوس رح تكون هاي الزاوية ساعة أربعة و أربع و أربعين بتوقيت جرينيتش مساءً يعني بتوقيت الأردن رح تكون الساعة ستة و أربع و أربعين يعني سبعة إلى ربع مساءً هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها و ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع و ممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض يعني مفاجآت أو أشياء هيك نفاجئ فيها الغير حفلة مناسبة وردة دعوة هدية شغلات مثل هيك اللي رح يصير اللي هو أهم حدث رح يكون خلال هذا النهار أنه الشمس أنهت تواجدها في برج الدلو ورح تنتقل لبرج الحوت عشان هيك بنقول لك كل موليد برج الحوت كل عام و أنتوا بخير و إن شاء الله أنه الشهر اللي كان ضاغط عليك وهذا أنه الشهر هذا يكون أحسن طبعاً الانتقال هذا رح يكون الساعة أربع و ست و خمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج انتقال الشمس رح يكون يعني مش أنه رح يجيب الخير بشكل مفاجئ لموليد برج الحوت لا هو بالتدريجي يعني كل شخص بوصله للشمس اللي هو عيد ميلاده مثلاً اللي هي الشمس وصلت لدرجته فهذا عيد ميلاده و لما بصل عيد ميلاده بعد عيد ميلاده مباشرة هاي بتكون سنة بدأت من هذه اللحظة يعني بدأت سنة 2020 هي من هذا اليوم اللي هو من يوم عيد ميلاده ببلش يحسب فلكياً أنه بلشت الآن طاقته بأوجها فعشان هي كانت الفترة الماضية هاي ضاغطة عليهم هي الفترة احنا بنسميها تصفيت السنة يعني كل الأتعاب أو التعب اللي كان خلال فترة السنة الماضية كل الملفات أو القضايا أو الأشخاص اللي كانوا مزعجين في حياتكو كل الأشياء اللي انتوا بتكونوا تتجاوزوها بكون هذا الشوهر الضاغط عليكم عشان انتوا تشطبوا ناس تشطبوا علاقات تشطبوا شغل تشطبوا أشياء انتوا ما كانت مريحة في حياتكو عشان تبدأوا في سنتكو بشيء جديد أو بخطوة جديدة أو بمرحلة جديدة أو بتفكير جديد فالآن تصاعدياً يعني بتصير الأمور تتحسن تصاعدياً لغاية ما يوصل عيد ميلادك بعدين بتبلش سنتك بشكل إيجابي طيب مع ما وجود الشمس انها تكون موجودة في برج الحوت واللي راح تضل موجودة فيه لغاية تقريباً صباح يوم عشرين ثلاثة هاي الفترة المذكورة بتجتاز مواليد الأبراج المائية وخاصة الحوت والسرطان والعقرب وبعديها مواليد الأبراج الترابية زي التور والعذراء والجديد طبعاً أضعف برج راح يكون هو برج العذراء من المجموعة هاي هسا بدهم يجولوا ليش انت متحامل على الذراء أنا مش متحامل على العذراء ولكن هنا الشمس يعني مقابل مباشرة على الخرطة الفلكية هاي يعني انه هو طاقته ضعيفة أحسن من الشهر الماضي اللي كان متعب صحياً ومتعب على مستوى العمل ولكن هسا هذا بكون ضاغط شوي عليهم من ناحية صحتهم ومن ناحية بأرضه ثاني ناحية طاقتهم وعلاقتهم مع شركاء المال والعمل هاي الفترة إيجابية إجمالاً راح يكون فيها حضوض حتى للعذراء ولكن انه طاقته هي اللي بتلعب دور كبير في هاي المسألة ماشي؟ أكثر المتضررين من وجود الشمس في الحوت هم موليد برج الحمل وبرج الميزان ليش؟ لأنه أول إشي بالنسبة للحمل الشمس موجود في بيت متاعبهم فهي دورهم هسا هم يصفوا ملفات حياتهم يعني الضغط اللي كان عند الحوت اللي أنا بدو ينتقل للحمل بس توصل الشمس للحمل بدو ينتقل للثور بس توصل للثور بدو ينتقل للجوزة هاي دورة كل سنة لو إجيت راجعت حالك أنت وجيت تذكرت أكثر شهر أنت بتكون تعبان فيه هي بتكون تعبان فيه لما بتكون الشمس موجودة في بيت متاعبك اللي هو البرج اللي قبلك أوكي والميزان تعبان لأنه موجود في بيته السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل اتفقنا؟ طيب خلينا ننتقل الآن نشوف تأثيرها على كل الأبراج إيش رح يكون هذا يعني على مجمل الأبراج الحمل بدهم ينتبهوا لصحتهم وبدهم ينتبهوا لأعمالهم الثور بينشطوا اجتماعيا يعني فترة حظ لهم بالعلاقات الاجتماعية وعلاقاتهم مع الناس اللي حواليهم برج الجوزاء بيستفيدوا في مجال العمل السرطان بينجحوا في امتحانات والسفر والاتصالات اللي بعيدة وفي منهم رح يسافر يعني في منهم رح يغير تخصصه في منهم رح يدرس جامعة في منهم رح يهاجر في منهم يعني أشياء كثيرة بهذا المجال برج الأسد بيحصلوا على مال يا إما من شراكة يا إما من تعويض يا إما قروض يا إما ديون برج العذراء بيعززوا شراكتهم المالية والعاطفية ولكن بدهم ينتبهوا أن طاقتهم ضعيفة الميزان بيتراكم العمل عندهم وبدهم ينتبهوا لصحتهم العقرب بقى في الحظ في صفهم عاطفيا وماليا لأنه هذا بيتهم الخامس لهو البرج الخامس بعديهم فعشان هيك بتكون طاقتهم عالية جدا عاطفيا وماليا وفي فرص كثيرة إلهم للارتباط أو البداية بعلاقة عاطفية تأدي للارتباط برج القوس بيعززوا وبركزوا على مصالحهم البيتية والعقارية في منهم رح يرحل في منهم رح يشتري بيت جديد في منهم رح يغير مكان إقامته برج الجدي بينشطوا في الدراسة والسفر بس السفر مش لبعيد السفر القصير يعني رحلات سريعة ورجعة يعني بسافر على بلد سياحة شغل بعود برجع أو بتنقل داخل البلد تنقلات كثيرة برج الدلو بيحصل على مال من عمل إضافي برج الحوت بيبدأ تدريجيا فترة أفضل من قبل لا سيما صحيا لغاية ما تصل درجتك والشمس تكون على الدرجة تاعتك اللي هو عيد ميلادك والقمر يكون في بيت من البيوت اللي بتدعمك بتكون هاي الفترة بأوجه الحضوض أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد انتقال الشمس هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة تسعة وست وخمسين دقيقة ظهرا منشعر بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة ل الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة تناعش وثمان دقائق بتوقيت جرينيتش بعد الظهر أكثر المتضررين من هاي الزاوية لأنها سلبية اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية يعني بمعنى آخر إنه هدولة الأشخاص بروحوا بتتجهوا لصرف المصاريف صرف الفلوس في أماكن لأجل إنه هو يفرغ الطاقة السلبية اللي موجودة عنده أتشي؟ طيب الآن انتهينا إحنا من الزاوية الفلكية اللي رح تتشكل خلاص هي آي آخر زاوية خلال نهار الغد نهار اليوم عفوا القمر حكينا أنه موجود في الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم عشرين اثنين رح يكون في تمام الساعة ثنتين وثمنتعشر دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى الساعة خمسة وواحدة واربعين دقيقة مساء لينتقل بعد القمر إلى برج الدلو عمر القمر بانحصار الهلال هو خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وعشرين دقيقة فجرا بصير عمر القمر ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتكون عشرين في المية أما بالنسبة لما زاج الكواكب وطباعها خلال هذا اليوم الشمس في الدلو وفي الحوت لأنه بنتقل من الدلو للحوت فبمر في البرجين ورح يستمر في الحوت لغاية عشرين ثلاثة مزاجه عشان الانتقال ممتزج وممتزج حكينا أنه هو بين السلبية وبين الإيجابية طول النهار فعشان هيك له سلبي وله إيجابي فمنحكي ممتزج القمر في الجدي حتى عشرين اثنين برضو مزاجه ممتزج عطارد في الحوت وبعدين بيبدأ عملية التراجع تاعته في أربعة ثلاثة منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس البرج في الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الجدي مزاجه سعيد يبل ما ندخل على التوقعات اليومية في أنا بحكي كلمة بيت بيتك الأول بيتك الثاني بيتك الثالث بيتك في ناس ما بتعرف شو يعني بيت وفي ناس بتعرف شو يعني بيت فإحنا بدنا نشرح للناس اللي ما بعرفوا شو يعني بيت عشان يتعرفوا عليها كلمة بيت يعني البرج فلما نقول البرج الأول هو برجك البرج الثاني هو البرج اللي بعدك فإحنا بنقول البيت الثاني لأنه هاي البروج كلها إلها تأثيرات عليك فلما بصير تأثير نحسبها على برج فنحولها من اسم بدل البرج اللي بعديك أو الثاني أو الثالث أو الخامس ونذكر اسم البرج فهي مختصرها بصير اسمه البيت لانه هذا البيت بتعلق في مشاكل معينة او في اشياء معينة واحنا لما منحكي منحكي برج وطالع يعني انت بدك تسمع البرجك وبدك تروح تسمع طالعك واذا ما بتعرف طالعك بتنزل تحت في كلمة اللي هي شرح انه هاد الحلقة عن ايش مكتوب جنبها المزيد بتكبس عليها بفتح لك هذا اسمه صندوق الوصف فيه لينكات لينك هذا للفيديوهات اللي اول اشي كيف تعرف برجك وكيف تعرف طالعك وكيف تعرف عرشتريتك وكيف اذا ما بتعرف ساعة الولادي كيف تعرفها فاحضر الفيديوهات عشان انت تعرف كيف تحسب لحالك وتعرف لحالك وتحسب لغيرك وفيه للي ما بعرف وبدوش يدخل على البرامج وبعرفش لغة انجليزية انا حاطت لينك لجدول وشارح في الحلقة برضو اللي موجودة رقم اثنين لمعرفة الطالع كيف تستخدم هذا الجدول وتعرف انت طالعك من خلال الجدول هات بكل بساطة اتفقنا هيك ما نكون وصلنا للتوقعات اليومية اللي نروع عليها برج الحمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازاته القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب المخالفات القانونية واحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكيلك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف الامر طبيعي ما في اي شيء يأثر عليك هي شخصيتك الطبيعية روتين طبيعي جدا ما في ضغوطات وما في اشياء ايجابية فانت بتصحى طبيعي عادي على شخصيتك على طبيعتك اذا كنت انت فرح او مرح بتلاقيها الامور انه انت نفسيتك مرتاحة شو انت نكد وقشر وبتحب المشاكل فبتصحى نفس الشيء واذا البيت فارغ ما الوش يعني ما الوش اي تأثير عليك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف الامور دعمة فيه اليوم عندك نشاطات كثيرة ما يتعلق بالامور المالية ممكن اليوم يجيك فلوس من عمل اضافي ممكن تجيك مكافأة تجيك هدية حاول انك تستغلها ما في اي خوف من المصاريف لانه ما في اي سلبية الدل على المصاريف بالنسبة لبيتك الثالث اليوم عندك تحركات كثير عندك نشاط كثير عندك اتصالات كثير اللي عنده امتحان او عنده سفاريات او عنده تنقلات اموره ميسرة ان شاء الله يكون مقدام ويسأل ويحط الاحتمالات ويستشير ويحقق الانجازات بيقدر يناقش في مشروع عنده موجود حاب يطرحه عنده سلع معينة حاب يسوقلها اليوم هذا مناسب لهاي الامور بالنسبة لبيتك الرابع تقريبا ما بدنا نحكي انه ما في فارغ ولكن بدنا نحكي كلمة ثانية انه في شوية حضور داخل البيت في جزء من انواع المساعدة ما بين الاخوي او اهل البيت بيساعدوك بمسألة معينة او بدعموك في مسألة معينة الامور يعني مريحة ما في اي مشاكل الا اذا اختلقت المشاكل او من ابراج غيرك هي اللي سببوا المشاكل ولكن على الوضع العام انت البيت عندك مريح اما بالنسبة لبيتك الخامس الحضوض مش باوجهة ولكن انه انت مرتاح في عندك بعض التحركات العاطفية او الاتصالات العاطفية خلال هذا النهار استغل الوضع الايجابي لتحقيق امور فيها مصالحة او فيها مراجعة لبعض الحسابات العاطفية انت اخطأت فيها او قصرت فيها فهاي الايام ممتازة جدا انت تتحرك بهذا الاتجاه اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف العمل انت مسيطر عليه بشكل ايجابي بتحقق انجازات حلوة اللي حاب يقدم لعمل او لشغل خلال هذا النهار اليوم هذا مناسب جدا بيقدر يتحرك بهذا الاتجاه ويحقق اي شيء هو بدو اياه بالنسبة لبيتك السابع والثامن فانا شايفهم فارغات ما فيه اي تأثيرات لا سلبي ولا ايجابية عشان هيك ما بدنا نعلق كثير على البيوت الفارغة بدنا نعلق على الاشياء اللي فيها اشياء يعني فيها تحركات اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انو وضع بيتك التاسع بيحذرك انو اذا كان عندك صفر اذا عندك امتحان اذا عندك محكمة اذا عندك قضايا اذا عندك نشاطات بالاستراد والتصدير او التسويق الخارجي او الدراسة الجامعية او امتحانات جامعية او مراسلة مع الاشخاص اللي خارج البلاد حاول انك تمسك نفسك اليوم انت عصبي الحضوض ما بتدعمك في هذا المجال اذا عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض تماما ودير بالك انك تخسر احد الاشخاص او تخالف القوانين بما انو في محكمة معناة تخالفش القوانين لانو انت عليك يعني بين قسين احتمالي انو صير معك هذا الاشي اما اذا كان عندك سفر وبالسيارة بدك تدير بالك تتفقد سيارتك بشكل ايجابي خوفا من الحوادث او لا سمح الله او اعطال تصير في السيارة اما اذا كان عندك سفر بالطيارة فبدك تروح قبل موعد الطيارة بدك تتأكد من الفيزا تاعتك بدك تتأكد من الاوراق تبعات السفر بدك تفقد شندتك وزن الزيادة اشياء زي هيك او نسيان اشياء عشان ما يصير فيه نكد اثناء السفر اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور برضو خالية ما فيه لا ايجابي ولا سلبية ببيتك 11 يعني بدعمك بشكل ايجابي اليوم عندك تحركات اجتماعية كثير عندك زيارات اجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لا حفلة او لمناسبة وبتكون انت شيء مميز في هذه الحفلة وممكن تلتقي بعض الاصدقاء او بعض الاصدقاء يساعدوك في مسألة معينة او في شيء معين الفترة هاي امن تماما وفي نفس اللحظة داعمة للك من ناحية اجتماعية اما بيتك 12 فانا شايف الوضع امن تماما في بيت المتاعب وبدعم طاقتك واقدامك بشكل ممتاز جدا ولكن حكينا بما انه التاسع سلبي فبدك تدير بالك لا تهور ولا مخالفة قوانين اهم اشي برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او ترويج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها ممكن يكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية او العائلية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه الطاقة فيه كويسة فيه نوع من الحضوض شخصيتك اليوم غير نفسيتك غير حاب تهتم في حالك اكثر حاب انك انت تنطلق اليوم بنشاط اكثر حتى من يوم امس بيتك الثاني ممتاز من الناحية المالية اليوم تقدر تتحرك بالاتجاه المالي ممكن انك تحقق بعض الدعم خلال هذا النهار من الامور المالية من تعويضات او من عمل اضافي انت ممكن تشتغله وتحصل على بعض الدعم من خلاله اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة او التنقلات ما بين المدن او الاتصالات مع كثير من الاشخاص اليوم ايجابي بالكامل اللي عنده امتحان ممكن يحقق نتائج ممتازة ولكن الامتحانات الاكاديمية مش الامتحانات الجامعية فعشان هي اللي هي الامتحانات الاساسية اللي ما قبل الثانوية العامة فيه نوع من انواع الدعم عندك سرعة بديهة عالية افكارك مترابطة مع بعض بتقدر تقنع اي شخص باللي عندك فيه نوع من انواع المساعدة رح يكون اليك من اخ او من احد افراد العائلة بالنسبة لبيتك الرابع فيه نوع من انواع الدعم والتحرك وممكن انت تقلق بشأن صحة احد احبائك او المقربين للك من داخل المنزل او المقربين للعيلة ويصير عندك نوع من الاهتمام فيه اكثر خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور ممتازة جدا عندك بعض التحركات مش بنفس الحضوط تاعت الامس ولكن انه برضو لسه الحظ موجود بدعمك في بيتك الخامس عاطفيا ونفسيا وبالحضوط كمان حاول انك تستغل هذا النهار في الامور العاطفية وامور الحضوط والامور اللي كانت عالقة ومش قادر تحققها في الايام الماضية ممكن لسه في مجال انك انت تحققها خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور ممتازة جدا صحتك ما شاء الله ما فيها اي شيء يعني يخوف اذا شعرت باي توعاكات فهي بتكون عرضية يعني شغلات بسيطة وبتنتهي ما تخاف من اي شيء اللي عنده حاب يقدم لوظيفة او يقدم لعمل بقدر اليوم انه يقدم الحظ دعمه بشكل ايجابي ان شاء الله تعالى اما بالنسبة لبيتك السابع فامور الشراك المالي والعاطفي البيت فارغ ما فيه اي ضغوطات او ما فيه اي حضوط من خلاله بالنسبة لبيتك الثامن طبعا هنا اعطى فيه نوع من السلبية موجودة فيه معناته بدك تحذر من المصاريف من النفقات من الالتزامات في هاي الفترة ما تحاول انك تداين حدا او تكفل حدا لانه شكل الامور انه رح تكون عليك مش منيحة يعني اللي بتكفل وهذا يا اما انه ما بالتزم معك او بالدينه ما رح يوفي معك فعشان هيك بدك تكون حذر ما تخالف القوانين اذا كان عندك اي مراجع على اي دائرة حكومية حاول انك انت تنفذ الاوراق بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا في هذا الامر اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف على مستوى السفر لبعيد مستوى الدراسة مستوى الامتحانات الجامعية بدك تكون حذر ما تعتمد على الحضوظ ولا تعتمد على قدراتك بدك تستعد بشكل جيد وبدك تجهز حالك بشكل جيد واذا عندك قضية بدك تأخذ كل الاوراق الثبوتية او الاوراق اللي مطلوبة منك لانه الوضع فيه نوع من انواع الضغط رغم انه في ساعات العصر ممكن يجيك بعض الحضوظ ولكن فترتها ثلاث ساعات وبتنتهي فلا تعتمد عليهم اعتمد على طاقتك في هاي الامور واذا كان عندك سفر بدك تتفقد اوراقك فيستك ما تتأخر عن الطيارة الوزن الاشياء ادويتك كل شيء بدك تتفقد كل شيء اعرف انه ممكن يصير معك عطل في اي شيء فانت حاول انك انت تكون محطاط من كل الامور اما بالنسبة لابيتك العاشر فهو خالي تماما ما فيه اي شيء يذكر لا سلبي ولا ايجابي بالنسبة لابيتك 11 الامور ممتازة جدا اليوم عندك نشاطات اكثر من مبارح في العلاقات الاجتماعية والاتصالات والدعوات ممكن انت تعزم اشخاص او اشخاص هم يعزموك على دعوة معينة او على حفلة او على سهرة او على تواصل يكون فيه لقاءات وديه ممكن تلاقي احد الاصدقاء بدعمك بشكل ايجابي جدا خلال هذا النهار وبساعدك في مسألة معينة كان صعب انك انت تمشيها لحالك في الفترة الماضية فاستغل علاقاتك الاجتماعية على اساس انه انت تكون امورك ماشي للاشيء اللي انت بدك اياه اما بالنسبة لبيتك الثاني عشر اللي هو بيت المتاعب فهو ايجابي تماما ما فيه اي سلبي موجود فيه تذكر فعشان هيك بتعزز هاي من طاقتك وقوة حركتك وحضورك وظهورك وحتى تكوينك اليوم باختلف تماما عندك طاقة حلوة جدا انك تتحرك في كل الاتجاهات وحاول انك انت تدير بالك من الاشياء السلبية اللي احنا ذكرناها مرج الجوزاء بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الاجواء هاي الفترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير تتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف احنا قارتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول فهو ممتاز جدا طاقتك ممتاز جدا عندك كثير من الرغبات في التحرك اليوم نفسيتك مرتاحة حاسس انه حاب انت تعمل تغيير معين ممكن قصة شعرك او لبسك او انه حتى اي شيء له علاقة بالمظهر او بالشخصية اليوم انت عندك قابلية انك انت تعمل تحسين عليه اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف الحضوض دعميتك ممكن اليوم يجيك نوع من انواع الدعم المادي او هدية معينة عندك ترتيبك للالتزامات عندك قدرة عالية جدا على ترتيبه شايف عقلك نشيط بالامور هاي تقدر انت تعمل اي شيء كان صعب خلال الايام الماضية بالنسبة لبيتك الثالث فهو ايجابي جدا عندك كثير من الاتصالات والتحركات وعندك كثير من الامور اللي انت مهتم فيها خلال هذا النهار وممكن تهتم في احد اهل البيت او احد اهل البيت اللي هو اخ او اب او ام يهتموا فيك اكثر او يساعدوك في مسألة معينة انت كنت مستصعب منها فتكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك الرابع فعندك الحضوض ممتازة جدا ممكن اليوم يكون عندك بعض الاهتمام لمشتريات او خصوصا للبيت نواقص للبيت اه اغراض اه راح تكون الامور ممتازة في تسوقك الاشياء اللي راح تجيبها راح تكون ايجابية للبيت ولكن برضو انا برجع بذكر انه عطارد بتراجع وهو كوكبك فاذا بدك تشتري اي جهاز الكتروني حاول انك انت تتفقده بشكل جيد واوراقه كفالته كل الامور هاي على اساس انه ما يكون فيه اعطال اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور ممتازة جدا عندك اليوم لقاء عاطفي او انت اتصالات عاطفية عندك او مصالحة ممكن تكون او تواصل انت والحبيب والاتفاق على تطور في العلاقة لدرجة اعلى فاليوم هذا مناسب على مستوى العاطفي وعلى مستوى الحدود اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايفه ايجابي جدا اذا انت حاب تقدم لعمل او تعمل مقابلي لعمل اليوم ممتاز جدا ودعمك بشكل ايجابي عندك قدرة على انك انت ترتب امورك وتنجز اعمالك بشكل ايجابي برضو صحتك ما فيه اي خوف عليها اليوم دعمك بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه فيه ضغط سلبي موجود فيه على مستوى الشراك المالية والعاطفية عشان هيك ما تعصب اليوم من الشريك بالعاطفة خصوصا المتزوجين لانه ممكن هيك تحتد في اي لحظة فالثور الامور عندك ثورة عارمة وتصل لنقطة صعبة جدا وبرضو شركائك في المال حاول انك ما تدخلش بخلافات معهم لانه برضو فيه نوع من انواع ضغوط رغم انه فيه في ساعات العصر هيك فسحة ثلاث ساعات تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية ولكن انه ما منعتمد عليها بما انه طول النهار والوضع سلبي اما بالنسبة لبيتك الثامن فاباقول لك لا تخالف القوانين ما تعمل اي شيء في مخالفة للقوانين ما تتهور وما تغامر ما تحتد وما تعصب وما تصرف فلوسك في غير مكانها ما تدائن حدا ما تكفل حدا خلال هذا النهار حاول انك انت تنجز امورك بشكل اللي انت بتشوفه صحيح ممكن يصير عندك بعض الخلافات مع المؤسسات اللي لها علاقة بالتعويضات او بالمنح ممكن انت تطلب فلوس من حد وما يدعمك فبدك تكون هذا الشيء انت متوقعه خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك التاسع فبرضو اللي عنده امتحان في الجامعة او عنده سفر او تنقلات او اتصالات مع اجانب ما يحتدش في طباعه ما يعصبش لانه ممكن يخسر اللي بيتصل معاه ويفقده وممكن في نفس اللحظة يتصرف تصرف يزعج في الطرف الاخر واللي عنده امتحان بده ينتبه مظبوط ما يعتمد على الحضوض لانه الفترة هاي ضاغطة حاول انك انت اترتب امورك بشكل ايجابي وتعرف كيف تتحرك بما اني عطيتك هاي التنبيهات اما بالنسبة لبيتك العاشر فاليوم عندك كثير من الامور واللي عنده مقابلة او عنده امتحان او حاب يقدم لفرصة عمل مع الشركات الكبيرة اليوم ممتاز جدا تقدر انت تحقق هذا الانجاز وتقدم الحض دعمك بكل ثقة اما على مستوى شغلك والشركات الكبيرة فممكن انه يجيك نوع من المديح او الاطراء على انجاز بعض الامور كانت صعبة انها تنجز فانت انجزتها فيجيك تكريم او مدح او ثنى او مكافأة خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك احدعش فاليوم عندك كثير من التحركات الاجتماعية ممكن لقاء او دعوي او عزومي او حتى لقاء الاصدقاء او شيء الو علاقة بالفرح الاجتماعي او العلاقات الاجتماعية رح يكون ممتاز جدا وممكن يجيك دعم من خلال اي المناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف انه فيه ايجابية معنى الامور امنة تماما ما فيه اي شيء بخوف يعني بيت متعبك فارغ من السلبية فعشان هيك هاي الفترة امنة وما فيها اي خوف عليك بإذن الله تعالى برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل او العاطفي بوسعك وإتمام خطبة او زواج او توقيع عقد تجاري هاي الفترة شوي فيها نوع من انواع السلبية والضغط ما بينفع سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات طبعا هذا القمر بحكي لك هيك انا شايف على القارطة الفلكية تختلف تماما عن توقعات القمر بالنسبة للقارطة الفلكية بقولك لا اليوم نفسيتك ما فيها اي سلبية بتصحى على طبيعتك كالمعتاد ما فيه اي شيء جديد مثل ما صحيت بالامس بتصحى اليوم يعني ما اختلفش اي شيء لانه البيت الاول ما فيه اي زوايا تذكر ما فيه اي شيء سلبي موجود فعشان هيك اليوم انت بنفس تقريبا طاقة الامس بالنسبة لبيتك الثاني انا شايف انه فيه شوية حضوض ولكن مش الحضوض القوية جدا اللي تجيب لك دعم مالي ولكن انه فيه فرصة لانك تحصل على اموال من عمل اضافي خصوصا اللي بيشتغلوا في الاعمال الاضافية ممكن يجيك نوع من انواع الهدية او اطراء ممكن اي شيء يسعدك في هذا المجال اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من التحركات والاتصالات هذا اليوم وكلها رح تكون مثمرة ممكن انت يجيك تنقلات او سفريات قصيرة ممكن بتفكر بالسفر او الانطلاق لهاي الفترة فالفترة ايجابية اللي عندهم امتحانات على المستوى الاساسي لما قبل الثانوية العامة فمنقولهم انه الوضع ممتاز جدا والحظ داعمكم بشكل لافت ممكن اليوم احد الاخوي او اهل البيت انه يدعمك في مسألة معينة او يساعدك في اشي معين كان صعب انك انت تنجزه بدون مساعدة هذا الشخص اما بالنسبة لبيتك الرابع فهو ايجابي تماما فبيت البيت عندك امن وهادي وممكن انت اليوم تشتري اشياء لها علاقة في البيت او بعض النواقص للبيت وتهتم في هاي الامور فيومك ايجابي بشكل كامل اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الحظوظ مش بالقوة اللي تأهلك لالامور العاطفية او للحظوظ المطلقة ولكن انه في حظوظ بتدعمك بشكل ايجابي جدا اما بالنسبة لبيتك السادس فاللي عنده حب انه يقدم لعمل او لوظيفه خلال هذا النهار فاليوم ايجابي جدا بيساعده في هذا العمر وممكن تجد عمل او يكون في فرصة لعمل فحاول انك تستغله بشكل ايجابي وتيدم اوراقك وممكن يكون عندك مقابلة برضو الفترة هاي ممتازة جدا ممكن انت ميدم على امور واليوم يجيك اتصال لتوظيف فما تستغرب الامر في هذا اليوم بالنسبة لوضع صحتك اليوم ممتاز جدا ما في اي ضغوط او اي اشيء سلبي الوضع على ما هو عليه على المعتاد عليه اما بالنسبة لبيتك السامع فانا شايفه فارغ تماما ما في اشي لا ضدك ولا معك والثامن نفس الشيء فعشان هيك رح نتركهم ما رح نحكي عنهم لانه هذول على طبيعتهم اما بالنسبة لبيتك التاسع لغاية ساعات الظهر تقريبا او ما قبل الظهر بشوي ممكن شوي يكون في نوع من انواع صعوبة اذا عندك امتحان او عندك سفر او عندك تنقلات حاول انك انت تهتم في هاي الثلاث اشياء بكل متطلباتها لانه سلبية وضاغطة جدا رح تكون على هاي الامور يعني بدك تنتبه اثناء القيادة بدك تتفقد اوراقك اذا عندك سفر بدك تتفقد كل مقتنياتك الوزن موعد الطيارة تروح بالموعد لانه ممكن يتعركس عليك اي اشي لانه موجود فيه سلبية اما ما بعد ساعات الظهر فالامر ايجابي تماما بدعمك الحظ فيها في كل الامور اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة لبيتك العاشر فالحضوظ ممتاز جدا حتى للعمل مع الشركات الكبيرة بتقدر تقدم لوظيفة في شركة كبيرة او انه ممكن يجيك حتى قبول على شركة كبيرة حاول انك انت تتحرك بهذا الاتجاه الوضع ايجابي بالكامل بدعمك من ناحية السمعة ممكن يجيك اطراء لسمعتك اهلك انه انت يكون لك مكاسب خاصة خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الحضوظ اكثر اليوم من الامس فكثير عندك نشاطات اليوم او اهتمامات بالتواصل مع الاصدقاء او الوضع الاجتماعي وعلاقاتك العامة كثير عندك نوع من الحضوظ في هذا المجال ممكن تلاقي مكاسب من العلاقات او من الاشخاص اللي بتعرفهم او الناس اللي تعرفهم بدعمك بشكل ايجابي جدا وبتنجز كثير من الامور من خلال معارفك وعلاقاتك اما بالنسبة لبيتك 12 فهو امن اكثر من الامس وهو في دعم كبير موجود في الساحة بيحميك وبحمي ظهرك وبحمي سمعتك وما في اي مخاطر من اي حد موجود حواليك ممكن انه يكيد لك او يعمل لك لانه انت اللي عندك القوة وانت اللي عندك الثقة بالنفس انك تتحرك خلال هذا النهار برج الاسد انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم واحسن ادارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك لا تؤجل ولا تماطل عمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية هيك القمر بحكي ولكن انا اللي شايفو يعني كثير بتعارض مع توقعات تحركات القمر فعشان هيك خلينا نشوف الخرطة الفلكية اللي انا شايفو انه كل البويوت ايجابية مع عذاب بيت واحد في بعض السلبية فعشان هيك من ناحية النفسية اليوم ممتاز جدا عندك كثير من النشاطات عندك كثير من التحركات نفسيتك مرتاحة في بعض الاماني انت كنت متمنيها انها تصير اليوم بتصير وبتتحقق ممكن مشتهي طبخة يعني جاي عبالك توكل اكلة معينة اليك فترة طويلة مش قادر توكلها اليوم توكلها يعني تتحقق لك اشياء من رغباتك اليوم بتكون موجودة بين ايديك كيف؟ الله اعلم ولكن هاي الطاقة موجودة نفسيتك مرتاحة حاب تهتم في نفسك في لبسك في شكلات في حركتك بطريقة كلامك بمزحك بكل الامور انت اليوم عندك طاقة ايجابية عالية جدا بالنسبة لبيتك الثاني شايف الامور دعمة من ناحية المال من ناحية الحضوض من ناحية الهدايا من ناحية العمل الاضافي في عندك كثير امور الها علاقة بالمال جيدة جدا بالنسبة لبيتك الثالث شايف انه عندك كثير من التنقلات والتحركات والاتصالات خلال هذا النهار ممكن ترويج لسلعة معينة او لامر معين او لمشروع معين خلال هذا النهار يلاقي صدى عالي جدا ويجابي وتوافق لدرجة انه يتحقق اي شيء انت كنت معتقد انه ممكن انه ما يصير ولكن هذا اليوم انه يصير في نوع من التواصل اليوم مع اخ او مع اب او مع اخت او مع احد المقربين لايلك الحلقة المغلقة من العيلة يساعدك بمسألة معينة او يحقق لك رغبة معينة او شيء معين انت يكون حابب انك انت تحصل عليه اليوم يتحقق من خلال هدول الاشخاص او يساعدوك في حل مشكلة معينة بالنسبة لبيتك الرابع في عندك نوع من الاهتمام في احد المقربين لايلك يا اب يا اخ او ابن بدك تهتمم فيه بشكل خاص جدا اه ممكن انت تساعده في مسألة او تنصحه بشيء معين او لقاء داخلي في العيلة تحاول انك انت تبدي وجهة نظرك وتكون مسموعة اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه فيه حضوظ خصوصا عاطفي وحضوظ داعمي لايلك فعشان هيك يستغل اليوم هذا بشكل ايجابي وحاول اذا كان فيه اي خلاف ما بينك وبين الحبيب اليوم بتقدر تصلح هاي الفجوة اللي موجودة بتقدر تنجز هذا الشيء اللي كان موجود بشكل ايجابي وتصير نوع من انواع المصالحة خلال هذا النهار او ممكن انك تطور علاقة عاطفية انت موجود فيها او تبدأ في علاقة عاطفية خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك السادس يعني فيه نوع من انواع التأثيرات الصحية نحكيها مش التأثيرات الخطيرة يعني ممكن تيجي زي شد عضل رقبتك توجعك ايدك توجعك عندك خضران رقبتك اسفل ظهرك يعني اشياء متنقلة ولكن مش انه مرض عضال مثلا او اشي بخوف يعني اشي يوم يومين وبنتهي فهذا الاشي اللي بدك تنتبه منه وهذا الاشي اللي انت بدك تحاول انك انت تعالجه في خلال هذا اليوم بالنسبة لبيتك السابع شايفي الامور ايجابية تماما بتدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ولكن امتى ببلش الدعم الكامل اللي هو ما بعد ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتلاقي هاي الامور صارت في اوجه ممكن تطرح فكرة او مشروع او توقي على عقدة او على اوراق اللي هي علاقة بالشراكة او انك تعزز علاقتك مع شركائك في المالية والعاطفية يعني زوجتك مش صاحبتك زوجتك ماشي عشان يعني لا انا ما بدي اجيب مشاكل يعني انا بحب اوفد بينكو بس اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف الامور اه برضو نفس الشي لغاية ساعة الظهر بعدها في نوع من انواع الدعم رح يجيك او انت الطالب بقرض معين او باقتراض مال معين او اه شيء العلاقة بتعويض معين رح يجيك بقوة فعشان هيك حاول انك انت تستغل هذا النهار لأي شيء من الدعم المادي تحديدا رح تلاقي موجود ولكن قلنا اذا بدك تطلب خلي طلبك يكون بعد ساعات اه نحكي بعد الساعة عشر الصبح بتوقيت عمان بتوقيت الاردن يعني ثمانية بتوقيت جرينج اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف هنا اذا عندك سفر او عندك تنقلات او عندك قيادة للسيارة زي ما صار معي انا مبارح انتبه انا بنابهكو انا سويت الحادث فعشان هيك اه انتبهوا من المغامرة والاندفاع والتهور والسرحان لانه ممكن انت تعمل حادث لا سمح الله ولكن مش اشي الخطر لانه ما بدل على اشي مخيف بدل على انه زي جرس الذان انه انتبه ما تخالف القوانين اذا عندك امتحان ما تركن على قدراتك العقلية انك انت فاهم المادة او هذا استعد وادرس بشكل ايجابي اذا عندك سفر حاول انك تجهز كل اوراقك تطلع على موعد الطيارة ما تحاول تقول لا ما هو انا بوصل مش مشكلة ما بتعرف شو بصير معك في الطريق حاول انك توصل جب الموعدك تتفقد الاوزان اللي موجودة معك الاشياء اللي انت حاملها مخالفي مش مخالفي يعني بدك تدرس كل امورك بشكل واضح تماما لانه في نوع من السلبية في هذا البيت بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ تماما فعشانك ما راح نعلق عليه بالنسبة لبيتك 11 اموره ممتازة جدا عندك كثير من النشاطات الاجتماعية اليوم ممكن تتواصل مع اصدقاء او تقوم بزيارة اصدقاء او انت تدعو احد الاصدقاء او ناس لشيء للقاء معين يكون في نوع من انواع الفوائد او المصالح المتبادلة انت تحقق من خلالها انجازات فهذا اليوم بعتمد على علاقاتك لتحقيق بعض الامور حاول انك تستغل هذا النهار اما بالنسبة لبيت متاعبك فبحكي لك بعطيك طاقة عالية جدا ايجابية عالية جدا فعشان هيك ما في شيء بخوف حاول انك انت تستغل هذا النهار بكل الطاقة اللي موجودة عندك واللي بمنحكي اياها رب العالمين من خلال تأثيرات هذه الكواكب انه انت تحاول انك تحصل اشياء ايجابية برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والترابط والارتباط ترابط العائلي او العاطفي والارتباط اهم شيء انك ما تهمل الواجبات تجاه العائلي والاحباء صحح الاخطاء هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول فهو ايجابي تماما اليوم انت عندك طاقة حلوة ومشاط واضح تماما حابب انك انت تنطلق بايجابية بتحقق اشياء او عندك اهداف معين اليوم حاب تعملها فاليوم ايجابي ودعمك هذا الامر اما بالنسبة لبيتك الثاني فشايف الامور برضو المالية في نوع من انواع اه الايجابية فيها ممكن اليوم تحصل على بعض الهدايا او هدية او اه بعض الامور اللي لها علاقة بالدعم المالي او مكافأة اه تجيك مالية او يجيك نوع من انواع اه تحصيل من وراء عمل اضافي اليوم تحصل امواله اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط اه كثير من الاشياء الايجابية موجودة عندك واللي عنده امتحانات على المستوى المرحلة الاساسية اه رح ينجز فيها انجاز حلو اللي عنده تنقلات واتصالات اه اليوم رح يقدر يقنع اي شخص بالافكار اللي موجودة عنده حتى لو كان عنده عمل او سلعة معينة وحاب يروجلها اما بالنسبة لبيتك الرابع فاشايفه شوي خالي من الحضوض والدعم فعشان هيك ممكن تهتم بصحة احد الاحباء او المقربين للك كثير مش شوي تهتم في صحته اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور دعميتك حضوض معك ايجابية لغاية ساعات الظهر وبعدين بتخف تدريجيا فاذا كان عندك مصالحة مع الحبيب حاول تستغلها في ساعات ما قبل الظهر او الظهر لانو الحظ دعمك فيها ما تخلي الفرصة تضيع مع انتهاء ساعات الظهر لانو بتقلل نسبة هاي حاول اذا عندك امور انت بتراهن على الحضوض فيها استغلها برضو لا ساعات الظهر بتكون ايجابية ودعملة اذا عندك لقاءة عاطفية برضو بالفترة هاي ممتازة بتدعم حضوضك اما بالنسبة لبيتك السادس فبشوف انا لساعات الظهر ممكن يكون عندك بعض الضغط الصحي او بعض التوعكات الصحية تيجيك بشكل مفاجئ هيك لمدة ساعتين ثلاثة اربعة وبعدينها بتنتهي بصير عندك دعم صحي وضعك بتحسن ايجابيا وممكن اذا عندك اعمال تنجزها اليوم بشكل كامل واذا عندك مقابلة لعمل او حاب تقدم لعمل وبتقدر انك انت تروح في ساعات ما بعد الظهر فهذا اليوم مناسب جدا للبدء بعمل او انك تقدم على عمل وتحصل على نتيجته خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف شوي الامور مش بالطاقة الكاملة ولكن في نوع من الاهتمام للمعاملات الشراكة المالية والعاطفية خلال هذا النهار في امور بتتداولها انت وشركائك او بتتفاوض عليها او بتتناقش فيها خصوصا شركاء المال والعاطفة ممكن توصل لحل برضي الطرفين وحلول بترضي الطرفين او للحل الوسط ما بين الطرفين اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف الامور ايجابية بشكل كامل بتدعمك وممكن اليوم تحصل على امور الها علاقة بتعويضات او مثلا اشياء الها علاقة بتأمين او الها علاقة باصابة قديمة حابة تحصل فلوسها اشياء حتى لو بدك تطلب مساعدة ساندة او مساعدة مالية بتقدر في خلال هذا النهار تطلبها الوضع بدعمك بشكل ايجابي في هاي النقطة اما بالنسبة لبيتك التاسع فهذا بدك تحضر تماما اثناء السفر المحاكم الاتصالات البعيدة تعاملك مع الاجانب هذا خط احمر اليوم بالنسبة للك لانه هاد قمة السلبية موجودة فيه فعشان هيك بدك تحضر من اتصالاتك مع الاشخاص اللي خارج البلاد لانه ممكن تغلط الغلطة وما تغتفر ممكن تكون على سفر وتنسى اي شيء وتتأجل طيار يعني يلتغي سفرك او يصير نكد في اثناء سفرك ممكن يكون عندك قضية مهمة انت معول عليها يتنحكم اليوم ضدك بسبب تقصير منك فممكن تخالف قوانين انت وتنكشف اليوم وتتسجل ضدك فعشان هيك هذا يوم ما تفكر فيه في اي تهور الو علاقة بالامور اللي احنا ذكرناها اي نصيحتي لايلك اما بالنسبة لبيتك العاشر لانه خط السمعة ضعيف يعني خط البيت هذا في الدعم ضعيف فعشان هيك قلتلك ما تتهور لانه رح ينعكس على سمعتك الاشي اللي رح تعمله فعشان هيك اي شيء بضر سمعتك حاول انك انت ما تدخل فيه ما تخوض فيه لانه انت اللي ضعيف حاول انك انت ما تنتقد عشان ما تتسجل عليك هذا النقاط اما بالنسبة لبيتك 11 فهو دعمك تماما علاقاتك واصدقائك وعلاقاتك الاجتماعية بدعموك بشكل ايجابي جدا ممكن يجيك مساندي او مساعدة من احد المعارف او الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة وممكن يكون عزومة ويكون من خلالها تكريم لا اليك اما بالنسبة لبيتك 12 ما فيه اي خوف بالعكس الامور ماشي بشكل ايجابي جدا فيه نوع من انواع الدعم برح يكون واضح تماما خلال هذا النهار لا اليك حاول انك تتفاقل وتنطلق وان شاء الله بتحقق كل خير واحذر من الاشياء اللي انا نبهت عليهم في بيتك التاسع وبيتك العاشر مرج الميزان بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول ما في ايش يذكر سلبي بالعكس انت على طبيعتك يعني يوم طبيعي معتاد على شخصيتك ما في ايش لا ايجابي ولا سلبي بضغط عليك اما بالنسبة لبيتك الثاني في شوية حضوظ مالية ممكن تدعمك خلال هذا النهار ولكن مش بالقول اللي انا اقدر اقول انه دعم كامل ولكن في بعض الاشياء ممكن انه اه تساعدك في الوضع المالي او بعض النصائح او بعض الشغل او الاجتهاد ممكن يجيك هدية او يجيك نوع من التكريم او اذا اللي بيشتغلوا في العمل الاضافية ممكن يحصلوا على مال اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من الاتصالات والنشاط اليوم عندك كثير من الامور اللي الها علاقة بالمقابلات او الرحلات او التنقلات يعني يوم دعمك بشكل ايجابي جدا اللي عنده امتحان في المرحلة الاساسية فهو ايجابي ممكن احد المقربين لايلك على مستوى العائلة او دائرة المغلقة لايلك في العائلة يساعدك في مسألة معينة او يرافقك في شيء معين او في مشوار معين او في شيء معين يكون ايجابي بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك الرابع ففارغ لا حضوظ معك تدعمك ولا سلبية ضدك اما بالنسبة لبيتك الخامس فهي في اوجهة اليوم ممكن عندك انت لقاءات عاطفية او اشياء مفرحة او بعض الترفيه او الاشياء الايجابية رح تكون ظاهرة على الساحة شيء له علاقة بحب او اتصالات عاطفية او مصالحة ممكن تطرأ على الساحة يعني هذا يوم يعتبر من الايام الايجابية حاول انك انت تستغل كل الايجابية الموجودة فيه اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور الصحية ممتازة امور مستقرة شهيتك مفتوحة للأكل عندك قابلية لارتفاع الوزن في الفترة هاي دير بالك حاول انك انت تراقب حالك اذا عندك رغبة في تقديم لعمل اليوم مناسب جدا بتجد انجز كثير من اعمالك الاعمال المكللة اليك بطريقة ممتازة جدا اما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن بيت الشراكة والتعويضات ففارغ تماما من الحضوض عشان هيك منقول الامور المالية مش كثير يعني ما رح يكون فيها الحضوض اللي نقول والله جايك دعم مالي خلال الفترة هاي فالامر فارغ من الحضوض اما بالنسبة لبيتك التاسع فشايف انا فيه نوع من انواع السلبية موجودة فيه بدك تحذر من السفر والسفر البعيد الامور اللي الها علاقة بالقضايا القضائية بالسفر حاول انك انت تتفقد اوراقك تروح بموعد طيارتك على اساس انه ما يصير اي اخطاء ممكن انه تلتغي سفرتك من وراها ممتحان ما تعتمد على كفاءتك وذكاءك بدك تكون مستعد لانه ممكن يكون مش لصالحك فحاول انه هذا البيت بالذات انه انت تكون منتبه منه تماما اما بالنسبة لبيتك العاشر فما فيه اي شيء يذكر بالعكس المر على طبيعتها بالنسبة لبيتك احدعش ممتاز جدا في دعم عندك نشاط اجتماعي عندك تحركات اجتماعية عالية جدا ممكن يساندك ويساعدك في مسألة معينة احد الاصدقاء او احد المعارف اليوم علاقاتك هي اللي بتدعمك حاول انك انت تحتاط انك ما تزعل حدا منك اتعامل على الطبيعة اللي موجودة على اساس انه انت تحقق الشيء اللي مصلحتك موجودة فيه اما بالنسبة لبيتك اطناعش فامورك ممتازة مدعوم بالطاقة عندك حيوية وبرضو ما في شيء بخوف يعني بالعكس الامور انت امن خلال هذا النهار باذن الله تعالى برج العقرب بتنشطه في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززه العلاقة مع اخ اوجار تدعمك الحضوض بتكون جريء في التعبير خصوصا عن رأيك تتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت الانظار الاجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك هيك القمر بحكي لك هاللي نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك اليوم يعني على طبيعتك ما فيه اي شيء بيتك الاول يعني بيدل على لا انه لا فيه سلبي ولا فيه ايجابية موجودة فيه فانتي على طبيعتك اليوم انتي بتكون طيلة النهار اما بالنسبة لبيتك الثاني ففيه ساعات الصباح ممكن انك انتي يعرض عليك نوع من المساعدة او الدعم المالي او هدية بتقل مع طيلة النهار لكن فيه حضوض طفيفة موجودة في الساحة اللي بيشتغلوا او بالعمل الاضافي ممكن اليوم يكون لهم مردود مالي بشكل ايجابي اما بالنسبة للتنقلات والاتصالات فانا شايف انه ما فيه حظ كثير بدعمك ولكنه فيه ايجابية موجودة حاول انك تستغل النهار خصوصا في فترة ساعات العصر بكون الاجابية فيها اعلى او باوجها اكثر اما بالنسبة لبيتك الرابع فالامور بداية النهار بتكون فارغة من الحضوض ولكن مع ساعات الظهر بتلاقي انه الدعم صار كبير باتجاه البيت التحركات باتجاه البيت بتكون باوجهة مشتريات او نواقص او تغيير ديكور البيت او بعض التزبيطات والتحسينات والتصليحات اللي بتتعلق في البيت بتكون بشكل ايجابي جدا ممكن هدايا للبيت ممكن اثاثة جديدة تجيبه للبيت ولكن انه برضو اذا كان في بعض الاجهزة الالكترونية حاول انك تتفقد اوراقها كفالتها تتفقد الاجهزة بشكل منيح لانه تراجع وطارد ممكن شوي يضر في هذا البيت ممكن نوع من الاهتمام في صحة احد افراد العائلة او الاهتمام باخ او بجار او باحد المقربين او باحد الابناء بيكون بشكل مناسب اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور بالعكس دعميتك بشكل ايجابي عاطفيا عندك كثير اليوم من التحركات العاطفية والاتصالات العاطفية والترفيهية برضو في نفس اللحظة ممكن اليوم تحقق انجازات او مصالحة كان صعب انك تحققها بالفترة الماضية مع الحبيب حاول انك تستغل هذا النهار بالحضوض والامور العاطفية اما بالنسبة لبيتك السادس فلو كان عندك حاب تقدم لوظيفة اليوم هذا مناسب جدا في حضوض بتدعمك في هذا المكان ممكن انك تحقق من خلالها انجاز انت ما كنت متوقع بالفترة الماضية صحتك ما في اي قلق عليها وضعك الصحي يعني ايجابي شيئا ما اذا في امور اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه شوي عندك نوع من الاهتمام بشركاء المال والعاطف خلال هذا النهار واذا عندك فكرة لمشروع او لشيء معين بتقدر انك انت تطرح خلال هذا اليوم وممكن تلاقي بعض الاجابة اما بالنسبة لبيتك الثامن لو حاولت انك طلبت مساعدة او معاونة من شخص بدعم مادي ممكن اليوم تحصل هذا الدعم حاول انه انت ما تخالف القوانين واي اشي العلاقة بالاوراق او المعاملات القانونية حاول انك انت تستغله في هذا النهار لانه راح يكون في دعم حليف للك بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا بقول لك يعني ما في حضوض كبيرة ولكن انه الامور بتمشي معك بشكل ايجابي اذا كان عندك سفر او كان عندك امتحان او كان عندك مقابلة خصوصا امتحانات الجامعية او السفريات اتصالات خارجية مع دول اجنبية مع ناس خارج البلاد راح يكون فيه نوع من ايجابي يعني لانه ما فيه اي سلبي موجود على هذا البيت اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة والاماني والرغبات والعمل فانا شايفه ممتاز جدا فيه عندك نوع من انواع الحظوظ بتدعمك في سمعتك وفي عملك ممكن انت اليوم برضو تبادر في تقديم طلب لشركة كبيرة اذا انت حاب تتوظف فيها برضو علاقتك مع زملائك في العمل ورؤسائك في العمل ايجابية بشكل واضح اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم عندك كثير من الاتصالات وعندك كثير من التحركات وممكن يجيك دعم من احد المعارف يساعدك في مسألة معينة ويدعمك في مسألة معينة ويكون هذا الدعم ايجابي ولصالحك ويكون فيه نوع من انواع الخير لكثير لك اما بالنسبة لبيتك 12 فان شايف الامور ممتازة جدا دعمك بالطاقة لدرجة انه انت مش خايف من شيء وحاب انك انت تنطلق اليوم بشكل قوي جدا يعني يضاهي يوم الامس او نحكي مثله زيادة كمان درجة مرج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات منتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتم بتوظيف اموالك كون عاقل في صرف الاموال بتهتم لمناقش الدعم مالي او قرض او بتفكر في بعض الاستثمارات او التوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق خلالها ارباح القمر هيك الشخصية ايش بتحكيلك اما بالنسبة للبيت الاول فبقولك انه انت رح تكون كثير اليوم مزعوج عندك كثير من الافكار السلبية موجودة في راسك نفسيتك مش مرتاحة حاسس انه في ضغط نفسي عالي جدا موجود عندك افكار قديمة قصص مشاكل ذكريات كلها هاي الاشياء بتزعجك خلال هذا اليوم فما تخلي هاي الطاقة السلبية تأثر عليك بشكل كبير بالنسبة لبيتك الثاني ايجابي بالكامل اليوم ممكن تحصل على تعويض او على دعم معين مالي او يجيك نوع من انواع الهدية او مساعدة مالية او مرابح مالية او مكاسب مالية يعني هذا اليوم في ايجابية عالية جدا اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من التحركات والاتصالات الايجابية اللي ممكن انت تستغلها بشكل ايجابي وتحقق من خلالها امور ممتازة جدا مقنع جدا عندك سرعة بديهة عالية جدا قدرة اقناع عالية جدا بتقدر تروج لسلعة معينة بتقدر تتحرك بنشاط كامل تعرض فكرة معينة وتكون من المساعدة من اخ من اب من ام من احد المقربين القرابة الكاملة اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف اليوم كثير في تحركات على مستوى البيت في حضوض كبيري على مستوى البيت ممكن يكون في لقاء عائلي خلال هذا النهار او بعض المساعدات العائلية ممكن بعض المشتريات لهذا البيت او تأسيس لبيت جديد او تفكر في الترحال او تنقل من بيت لبيت ثاني فهذا يوم ممتاز جدا اما بالنسبة لبيتك الخامس طاقتك العاطفية شوي اليوم اقل حظ من الامس عندك روح للحب للانطلاق للعاطفة ايجابية موجودة ما بنحكي انها مش موجودة عندك كثير من الامور الترفيهية حاب تعملها خلال هذا النهار استغل الامور الايجابية اللي بتفيدك من ناحية المصالحات العاطفية واللقاءة العاطفية والاشياء اللي بترضيك انت وبترضي الحبيب هاي امور ممتازة وراح تكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك السادس فصحتك ايجابية امور العمل انت منجزها بشكل ايجابي كامل انت مسيطر على الامور بشكل واضح تماما ممكن عندك انت حتى لو بدك تقدم لوظيفة خلال هذا النهار هذا اليوم ممتاز جدا وبدعمك بشكل ممتاز جدا وممكن يكون فيه خير كثير من هاي الوظائف او العروض اللي ممكن تجيخ خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو داعم لإلك بشكل كبير ممكن يساندك ويساعدك في امور كثيرة فعشان هيك استغل اي شيء له علاقة بتحسينات بالنسبة للشغل بالشراك المالي والعاطفية والخطط المستقبلية للعمل هذا اما بالنسبة لبيتك الثامن فالامور اللي لها علاقة بالقروض بالمساعدات بالهبات في امور الضرائب امور الاستردادات المالية من يعني مداين اشخاص حاب تسترد فلوسهم فهذا كل ياته دعم كامل بالنسبة ل مفتوح طيلة النهار في امور كثيرة رح تكون في هذا المجال ايجابية اما بالنسبة لبيتك التاسع فحاول تستغل اللي هي فترة لقبل المسا للمغرب تقريبا بكل الخطوط او الخطوات تاعتك اللي لها علاقة بالامتحانات والسفريات الامور القضائية لانه هاي دعميتك بشكل ايجابي جدا والحضوض قوية جدا في ساعة في ساعة المسا ممكن يصير فيه نوع من انواع السلبية فاذا كان في امتحان خصوصا للاشخاص اللي في الدول الاجنبية في ساعات المسا يعني ساعات الظهر عندهم يكونوا منتبهين اذا كان عندهم قضية او عندهم امتحان او عندهم تنقلات او فكرة للسفر فبدهم ينتبهوا من كل الامور هاي لانه في سلبية بتغطي على هذا المكان ممكن يصير تأجيل او تأخير او الغاء سفر او ممكن حتى انه انت تتأخر فيتعركس او تتعطل هاي الامور واذا كانت امور اهتمام بالقضايا او القضايا القضائية فبدك تكون حذر وتهتم لها بشكل كبير لانه راح يكون في نوع من انواع السلبية موجودة حاول انك انت تكون حذر وما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه ايجابي تماما بيت السمعة عالي جدا في نوع من انواع الحضوض بتدعم سمعتك الاعمال مع الشركات الكبيرة برضو ممتاز جدا اذا حاب تقدم لوظيف لشركة كبيرة برضو دعمتك اللي بيعملوا في الشركات الكبيرة ممكن يجيهم نوع من انواع الدعم من زملائهم او رؤسائهم في العمل تقدير على جهودهم في الفترة السابقة او نقلة نوعية بدا تصير خلال الفترة هاي في ما يتعلق في هذا الباب اما بالنسبة لبيتهم 11 فانا بحكي لكم الامور ايجابية تماما على مستوى العلاقات الصداقة والمعارف وفي نوع من انواع الدعم الكامل موجود في هاي القائمة ممكن من خلال معارفك تحقق انجازات كثيرة ومساعدات كثيرة انت ما كنت متوقعها ويكون عندك بعض اللقاءات الودية مع الناس اللي انت بتعرفهم ويساعدوك او يشوروا عليك او ينصحوك بشيء معين تحقق من خلاله انجازات كبيرة بالنسبة لبيت متاعبك امن تماما ما في اي خوف عليك لفترة هاي بالعكس الحضوض دعميتك بشكل ايجابي وقوي جدا برج الجدي ثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمق النشاط بادروا الى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود الها فترة عليك التحلي بحكمة واقعية خصوصا في حل الامور بتشتد عزيمتك فبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف خارجتك الفلكية بتتوافق مع هذا الكلام ولا لا بالنسبة لبيتك الاول يعني انا شايف انه انت بتصحى مزاجك مش رايق عندك كثير من الافكار في راسك نوع من القلق موجود عندك ولكن هذا كل لياته ما له اي داعي لانه ما في سلبية موجودة في البيت الاول فهاي كلها اوهام وافكار مائلها داعي انك انت تفكر فيها اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه قوي جدا اليوم عندك نوع من انواع الدعم وفي عندك نوع من انواع الدعم المالي مساندة مالية مساعدة مالية ممكن تعويض يجيك برضو لانه عندك كثير من المنازل فاتحة ضراعاتها لمساعدتك المنازل اللي هي منازل للبيوت يعني مش منازل الجيران يعني طيب ممكن اللي بيشتغلوا في مجال العمل الاضافي اليوم يجيهم دعم كبير برضو ويجيهم تكريم على هذا الشغل بالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير من الاتصالات والتنقلات اليوم تحقق انجاز كبير جدا ما كنت تتوقع انه انت ممكن تحصل على هذا الانجاز خلال هذا النهار عندك سفريات واتصالات عالية ممكن تسوق لسلعة معينة او لشيء معين يكون ايجابي جدا ممكن نوع من انواع التواصل مع احد الابناء يكون مثمر بالنسبة لبيتك الرابع ممتاز جدا في نوع من انواع الدعم بساندك وبساعدك في خلال الفترة ما تخاف وما تقلق من اي شيء ممكن بعض المشتريات او بعض الاشياء اللي نواقص اللي موجودة للبيت تهتم فيها خلال هذا النهار او التصليحات او بعض المقتنيات وممكن بتفكر حتى في ترحال او تنقل او شيء العلاقة بالسكن اما بالنسبة لبيتك الخامس فعندك الحضوض العاطفية عالية جدا حابب انك انت اليوم تنطلق عاطفيا حابب انت تنطلق بنوع من انواع الترفيه والتنقل والانطلاق عندك ايجابية عالية جدا وعندك طاقة عالية جدا للمصالح العاطفية للامور العاطفية للامور الطاقة الداخلية عالية جدا بالنسبة لبيتك السادس فصحتك ممتاز ما في اي شوء ما اي خوف عليها ما في اي شيء مضطرب اعمالك انت من جزها بالكامل بتقدر تسيطر عليها بالشكل اللي انت بدك اياه اللي عنده حابب يقدم لها عمل جديد اليوم هذا مناسب جدا وممكن انت مقدم طلب اليوم يجيك رد بالموافقة على هذا الامر فالامور ايجابية بالكامل اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فانا شايف ايجابي جدا ودعمك على مستوى الشراك المالي والعاطفي وممكن بتفكر انت بخطوة جديدة او انت والشريك بتفكر في الانتقال لمرحلة جديدة في علاقتكم ممكن اشي الو علاقة بالعمل انت تفكر في عملية الانجاز او التعديلات المشروعة على العمل فتكون جيدة جدا الافكار هاي وتعمل نقلة نوعية بعملك بالنسبة لبيتك الثامن يعني الهبات والاعطية احنا حكينا عنها والقروض والامور اللي الها علاقة بالديون اللي الها علاقة بالمستردات من الضريبة او من التأمين فاليوم عالي جدا ممكن انت تستفيد منه بشكل ايجابي اذا تحركت في هذه الابواب اما بالنسبة لبيتك التاسع فما تعتمد على الحضوض كثير ما في سلبية فيه ولكن في ايجابية ولكن تيجي متقطعة عشان هيك امور الدراسة والامتحانات والسفر والاتصالات الخارجية بدك تعتمد على شو مستعد انت لهذه الامور ما في مفاجآت رح تكون موجودة كل الامور لصالحك ولكن بدك تكون مستعد برضو اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا بقولك الامور ممتاز جدا خلال هذا النهار عمستوى السمعة عمستوى التحركات حتى اللي بدي يعمل مع شركات كبيرة اليوم بقدر يقدر يقدم طلبات توظيف اللي بيعملوا في الشركات الكبيرة برضو اليوم ممكن يلاقوا مساندة او دعم من زملائهم بالعمل او رؤساءهم بالعمل ويكون في خيار كثير لقلهم اما بالنسبة لبيتك ال11 فانا شايفه شوي ببلش ضاغط مش بسلبية يعني نوع من انواع الفتور بعدين بتحرك بايجابي كامل خصوصا في ساعات المساء بدعمك ايجابيا في تحركاتك وتنقلاتك مع الاصدقاء وحتى في دعوات ممكن يتوجه لك دعوة او عزومة معينة او صديق يساندك في مسألة معينة كان صعب جدا انك انت تحققها بالفترة الماضية فبدك تكون انت مركز على الاشياء اللي انت بتتحرك فيها عشان تستفيد من كل هاي الامور اما بالنسبة لبيتك 12 فما بحكي لك انه امن تماما هذا بيت متاعبك فلابد الا في انه اشخاص بتحاول تمكر لك وتكيد لك ولكن كيدهم في نحرهم يعني ما رح يتمكنوا منك لانه اول اشي في طاقة في سد منيع موجود اول اشي نوع من انواع الطاقة موجودة بتحميك واثنين كأنه في شيء رباني موجود حواليك او هالي رباني موجود حواليك هي اللي بتحميك فعشان هيك لا تقلق من امور اللي الها علاقة بالسمعة ولا تقلق من الامور انه حد بيكيد لك من بالخفاء فانتي تروح اللي انت بخربط الامور وتنقلب الامور بشكل عكسي بالعكس اطمئن وما تشغل تفكيرك مرج الدلو يوم اخر بيتطلب منكم الانتباه جيدا لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك الى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك او بتعاني من تراجع معنوي او صحي ما تحسم امر الفترة هاي فيها نوع من انواع سلبية ومخيب الامال وممكن تندم على اي خطوة ممكن تقوم فيها هذا القمر هيك بحكي لك لانه موجود في بيت متعبك عشان هيك توقعاته اما بالنسبة للخارطة الفلكية بتحكي لك انه اليوم انت نفسيا قوي جدا عندك كثير من الافكار حابب انك انت تنفذها على ارض الواقع شخصيتك قوية جدا مشحون بطاقة عالية جدا حابب اليوم انت تتحرك بكثير من الاتجاهات بالنسبة لبيتك الثاني بالامور المالية عندك حظوظ عالية جدا موجودة فيها بتدعمك ماليا مساعدات مالية ممكن انت تشتغل اعمال اضافية وتحصل على اموال ممكن يجيك نوع من انواع الدعم انت ما كنت متوقع خلال هذا اليوم ممكن تجيك هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من الاتصالات والتحركات اليوم والنشاط حابب انك انت تسوق لشيء معين او لفكرة معين اليوم رح يكون مناسب لهذا الامر يعني مسعاك ان شاء الله ما بيخيب اللي عنده امتحان ما يقلق بالنسبة لامتحاناته الامور دعم له خصوصا لو كان في المرحلة الابتدائية او المرحلة الثانوية اما بالنسبة لبيتك الرابع مع الثالث بساندك احد افراد العائلة بشيء معين او بانجاز شيء معين او بنصيحة معينة او مهمة معينة فبكون الامر ايجابي بالكامل اما بالنسبة لمستوى البيت فممكن انت اليوم تفكر في تغيير السكن او شيء الو علاقة بالسكن مشتريات اثاث تغيير تصليحات تغيير مكان الاقامة حتى ممكن في خلال هاي الفترة اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ايجابي بشكل كامل امورك العاطفية بتشغل فكرك بشكل كبير ممكن حتى تبدأ بعلاقة عاطفية خلال هذه الايام حاول انك انت تستغل الامور والحظوظ اللي موجودة في هذا البيت خصوصا الامور العاطفية يعني ممكن انك تطور علاقة صداقة لمرحلة الارتباط في خلال هاي الفترة فالامر ايجابي جدا اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الدعم جاي من الاتجاه العملي برضو قوي جدا بدعمك فعشان هيك اللي عنده حب لوظيفة او انه بدي قدم لوظيفة اليوم هذا بدعمك بشكل ممتاز وحاول انك انت برضو تدير بالك شوي على صحتك رغم انه ما في اشي بمقلق يعني ولكن انه بتطلب منك نوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة لبيتك السابع بالنسبة للشراك المالي والعاطفية فالامور ممتازة ودعمة بشكل ايجابي وممكن تفكر اليوم في مشروع معين او بفكرة جديدة لتغيير نمط العمل اللي انت فيه وتكون لصالحك انت وشركائك اما بالنسبة لبيتك الثامن فاذا انت حاب تطلب نوع من انواع المساعدة او الدين او القروض فاليوم هذا بدعمك بشكل ايجابي واللي اله ديون على ناس بيقدر يحصلها في هذا اليوم واللي عنده مستردات ضريبية او من وراء تأمين بيقدر اليوم يحصلها بشكل قوي اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو الوحيد اللي عليه علامات نقدر نحكي سلبية اذا في عندك سفر اذا في عندك امتحان جامعي اذا عندك قضية قضائية اذا عندك امور اللي علاقة بالتنقلات بالسيارة لمسافات بعيدة بدك تكون حذر جدا وحاول ما تعتمد على الحضوظ نهائيا اعتمد على انت شو بتستعد لهذا الموضوع واذا عندك سفر حاول انك انت تكون بموعد الطيارة موجود حاول تتفقد اوراقك واغراضك على اساس انه ما يصير في نوع من انواع التأخير او التعطيل او الغاء السفر لا سمح الله اما بالنسبة لبيتك العشر فما فيه اي شيء يذكر بالنسبة لبيتك 11 فيه ساعات لغاية ساعات الظهر بدك تكون منتبه من عصبيتك ما تحاول تفرض سيطرتك على اصدقائك حتى لو صار خلاف ما بينكم اصبر اعطي فسحة للموضوع بتلاقي انه من ساعات ما بعد الظهر بتتحسن الامور وبتتصالح وبترجع الامور ايجابية وممكن يجيك دعم حتى من الاصدقاء لكن في ساعات ما قبل الظهر ممكن يكون فيه نوع من انواع الخلاف ما بينك وبين الاصدقاء لا تخلي يأثر عليك هذا الموضوع اما بالنسبة لبيت متاعبك فهو ايجابي جدا وداعم بشكل ممتاز جدا فعشان هيك يحاول انك انت تستغل هذا النهار بكل ايجابياته وحاول انت تنتبه من السلبيات اللي احنا ذكرناها برج الحوت ووسعكم تعزيز صداقتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الافاق وبتحتفل بنجاح او تطور او علاقة معينة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد الارباح بتفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة الى بيتك الاول اليوم انت عندك نشاط مشابه للامس ويمكن اقوى كمان فعشان هيك اهتمامك بشخصيتك رح تكون غير اهتمامك الامور والتحركات عندك كثير من الاهداف حابب تتحرك اليوم وتستغل نهارك بالكامل اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم في كثير من الدعم المالي ممكن تحصل على دعم او على هدية من تعويض او من امور الها علاقة بالعمل الاضافي اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاطات وحتى طريقة الاقناعة تبعتك راح تكون مميزة انك عندك سرعة بديهة عالية جدا وتقدر تقنع اي شخص بالفكرة الموجودة عندك وممكن يكون فيه نوع من انواع المساعدة بينك وبين افراد احد يعني احد افراد العائلة بيتك الرابع جيد جدا ممكن تفكر بيت ترحل او ترحل من بيتك او بيت جديد على المكان اللي انت فيه ديكور جديد او اثاثي جديد او مشتريات جديدة اشياء لها علاقة في البيت بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك الخامس فعاطفيا انت عندك اليوم نوع من انواع الشغف العاطفي او اللقاءات العاطفية او الاتصالات العاطفية او اللقاءات العاطفية وتكون ممتازة جدا وداعمة لك عندك رغبة في الخروج والتنزه والانطلاق الفرح والمرح يعني الظاهرة بشكل واضح عندك اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور ممتازة جدا على مستوى العمل ممكن اليوم تقدر تقدم لعمل معين او يكون عندك مقابلة لعمل فتكون ايجابية بشكل كبير صحتك ما في اي خوف عليها والوضع ايجابي اما حابب انك انت تروجلها اليوم هذا مناسب لترويجها ولتطوير خطة العمل ما بينك وبين شركائك بالعمل والحض دعمك وحليفك اما بالنسبة لبيتك الثامن فاذا عندك رغبة في قرض معين او دين او سلفي او مساعدة مالية من اشخاص اليوم تقدر تطالب فيها وان شاء الله انه تمشي الامور لصالحك وممكن تحصل التعويض او دعم خارجي اما بالنسبة لبيتك التاسع فبدك تحذر من التهور والمغامرة والاندفاع خلال هذا النهار لانه مع الطاقة الكبيرة هاي ممكن انه يتسبب لك سلبية كبيرة في هذا المجال فعشان هيك بالسفر بالتنقلات بالاتصالات الخارجية وبالامتحانات الجامعية حاول انك تكون مركز تماما لا تتأخر على طيارتك اتفقد كل اوراقك روح في موعدك حاول تتجنب التهور اثناء القيادة خوفا من الحوادث او الاعطال امتحاناتك استعدلها ودرسلها عندك قضية قضائية حاول تكون جاهز لانه هذا البيت حساس بالنقطة هاي وبرضو بسبب سلبية اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بدك تحذر عشان يقولنالك ما تندفع اليوم في الملذات او في التنقلات او في المرح او الفرح او الحب لزيادة لانه سمعتك على المحك يعني في سلبية موجودة في بيت السمعة فما بدك تغلط اغلاط تنحسب عليك على سمعتك فما تتهور اما بالنسبة لامور العمل ممكن يتراكم عندك عمل وممكن يصير عندك مشاحنات بينك وبين زملائك بالعمل او رأسائك بالعمل حاول انك ما تكبر الامور وما تندفع في هذا الاتجاه على اساس انه ما تصير علامة سودة او نقطة ضدك وتتحاسب عليها اما بالنسبة لبيتك ال 11 فانا بقولك انه امورك بالصداقاتك بعلاقاتك ممكن يتوجه لك دعوة او رحلة او لقاء مع الاصدقاء او مناسبة معينة او بدون مناسبة فيكون فيها خير كثير لالك حاول تستغل بعض معارفك اذا عندك شيء معين او ازمة معينة اليوم ممكن انت تطلب منهم ويسندوك ويساعدوك اما بالنسبة لبيت متاعبك فما في اي شيء يذكر بالعكس طاقتك ايجابية مدعوم صحتك ممتازة عندك طاقة كبيرة عندك قدرة على التحرك بشكل ايجابي جدا حاول انك تستغلها بكل قوتها هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة